الأكوادوري رفائل غوريا تضامنه مع سوريا قيادة وشعبا في مواجهة المعركة التي تشنها الامبريالية العالمية ضدها واخلال حفل تنصيبه لولاة سوريا جديدة بمشاركة السفير السوري في فنزويلا غسان عباس الذي نقل تهاني سيد الرئيس بشار الاسد وحكومة سوريا لرئيس كوريا اكد رئيس كوريا ان بلاده مستمرة في النهج الاشتراكي اليساري ولا تستعين بقوى خارجية او اي قواعد اجنبية وباتت افضل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات وبشأن السياسة الخارجية لبلاده انتخذ الرئيس كوريا الولاة المتحدة وطلب بضرورة نقل مقر لجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان منها وكان الرئيس كوريا قد فاز في الانتخابات التي جرت في الاكوادور في شباط الماضي لولاة دستورية جديدة تستمر اربع سنوات نحن نقرأ كتابا مفتوحا والامور واضحة بالنسبة لنا انها مؤامرة على سوريا وليست مطالبة من اجل الديمقراطية خلال السنوات الست الماضية ودع نحو مليون اكوادوري الفقر وانخفضت نسبته بشكل كبير وحققنا شيئا اساسيا هو اسقاط اليأس وانا اشعر بالفخر والثقة بان اكون اكوادوريا وبان اكون امريكيا لاتينيا وبكل فخر استطعنا تأسيس البلد والامة العظيمة التي حلم بها اجدادنا والتي من اجلها سيستمر يوما بعد يوم كفاح ثورة المواطن